يا دكتور هو بينجي الأسنان بيفطر في رمضان؟ أسأل درس عملا يوجعني قوي ومش عارف اعمل ايه وعايز يخلعه أصحيح كمان هو خلع الدرس في رمضان بيفطر لأنه في كمية دم كتير بتنزل قوي وأنا بخلع درسي ومش عارف اعمل ايه ودرسي بيوجعني ومش مستحمل أنا بقى هجاوبك على كل الأسئلة دي النهاردة وكمان هقولك كمان إيه هي أضرار الصيام على صحة الفم والأسنان ومش بس كده كمان هجاوبك على السؤال المهم جدا هو معجل الأسنان أو غسول الفم بيفطر في رمضان كل الأسئلة دي هجاوبك عليها أنا دكتور مصطفى هيكا البرحة بكم في فيديو جديد ودي معلومة في الأسنان خليكم معاي السلام عليكم معكم دكتور مصطفى هيكا البرحة بكم في فيديو جديد باختصار كده هو ايه المشاكل اللي ممكن تحصل ونصاهم في رمضان هو فعلا الصيام بيأثر على صحة الفم والأسنان في رمضان؟ أيوه بيأثر وهقولك إزاي؟ في الحقيقة بقى وانت صايم كمية اللعاب عندك بتقل ونما كمية اللعاب دي بتقل طبعا نتيجة ان انت مش بتشرب خلال فترة النهار في رمضان أو مش بتشرب صوائل كتير أثناء ما انت تكون فاطر بالليل عشان كده كمية اللعاب بالنهار في رمضان بتبقى قليلة جدا طبعا بقى البكتيريا بتحب قوي قوي المكان اللي بيبقاش فيه لعاب كتير فبتوع تتقاصر وهي اللي بتسبب لك رائحة فم كريه هي بش بس كمان بتسبب رائحة فم كريهة بس لأ دا كمان بتسبب تسوس في الأسنان وكمان بتسبب التهابات في اللسم والحاجات دي طبعا كلها بتزيد أكتر مع خصوصا لو انت مش بتخسل أسنانك في رمضان تقول كده كده أنا بابقى صايم فعادي ما فيش مشكلة ان أنا مخسلش أسنان كده كده ما بقولش لأ في الحقيقة طبعا في رمضان البكتيريا عشان كميته اللي عبت قل فبتنشط أكتر وبيتبتدي تتعرض ان انت يحصل لك تسوس أسنان بصورة أسرع فعشان كده مهم جدا ان انت تخسل أسنانك في رمضان وهنا بقى نيجي للسؤال المهم وفعلا غسيل الأسنان في رمضان أو معجون الأسنان دا بيسبب ان أنا أفطر في رمضان أو بيكسر صيامي في الحقيقة لا هو لا هو ولا غسول الفم بيس خلوك تفطر في رمضان طيب ليه دا أنا أدخلهم فوقي لا في الحقيقة ان انت مش بتدخلهم فوقك ولا حاجة لازم عشان يسببلك ان انت تفطر لازم تبلعه وانت ما بتبلعهش انت يضبك بتخسل أسنانك بس أو بتطمضمك بس وتبتدي تبسك المعجون طيب بقى فيه ناس طبعا بتخاف انها تخسل أسنانها في رمضان عشان ما تفطرش أو ممكن يدخل كمية معينة غصبا عنهم في الحلق وكده فهنا لهم حل مهم جدا هو ان يخسل أسنانه بعد الفطار وبعد الصحور طبعا الوقت دا انت بتبقى فيه لسه واكله ولسه الأدان ما أزنش وكده فانت عادي جدا ممكن تخسل أسنانك في الوقت دا وده هتساعدك ان انت تحافظ على رااحت الفم الكريهة أو عن ان انت تحمي نفسك من المشاكل اللي بتحصل في الفم في رمضان ولو طبعا بقى انت مضطار تخسل أسنانك في نهار رمضان فانت هنا لازم تستخدم كمية معجون قليلة وتبتدي تخسل أسنانك بالراحة كده وحاول على قد ما تقدر وانت بتخسل أسنانك لازم تكون موطي راسك كده شوية بحيث ان المعجون ما ايه ما يخشش في حلقك من جوة لا تبقى موطي يبتدي ينزل في الحد وانت بتخسل نيجي بقى للسؤال التاني المهم برضو اللي انت سألته هو بنج الأسنان بيفطر في رمضان في الحقيقة لا بنج الأسنان ما بيفطرش طيب ليه ما بيفطرش ومش بيخش الجسم قدام لا في الحقيقة الحقنة بتاعت البنج دي بتبقى حقنة بتتاخد في العضل وكمان السائل نفسه بتاع البنج ده مش سائل بنهضه عشان يتغذى او يغذي الجسم لا ده سائل مهمته بس انه هو يخضر المكان اللي فيه المشكلة وبعد كده ما بيفطرش ولا حاجة فخلي بالك بس من النقطة دي هو ان انت بتاخد الحقنة في العضل نفسه مش في الوريد ما بتجريش في الدم هي بس بتتاخد في المكان اللي فيه المشكلة وطبعا بتروح قصارها بعدها بساعتين ثلاثة وخلاص طيب بقى نجي للسؤال الثالث وده الاهم هو خلع الاسنان او خلع الدروس في رمضان بيفطر لانه يا دكتور كمية دم كتير بتنزل وكده وانا صايم وممكن كمان تدخل في حلق وكده في الحقيقة خلع الدروس في رمضان عادي جدا مش بيفطر ولا يسبب لك اي مشكلة بس الفكرة كلها ان انت بتخلع الدرس ده وبتبقى واخد بنج فالبنج ده بيبقى فيه حاجة اسمها فازو كونستريكتور ده بيخل الاوعية الدموية تضيق فكمية الدم اللي بتنزل بعد ما بتخلع بتبقى قليلة جدا جدا كام ميلي مش حاجة جبيرة قوي فانت ممكن تقدر تتفع ومش تبلعها ولا حاجة فعشان كده الخلع الاسنان في رمضان عادي جدا ما فيهوش اي مشكلة ولا بيسبب ان انت تفطر الناس برضو بتسأله هو الحشو بتاع الاسنان بيسبب ان انا افطر في رمضان في الحقيقة لا كل انواع الحشو بتاعت الاسنان ما بتسببش اي افطر في رمضان ولا اي مشكلة خالص وبكده بقى نكون جاوبنا على كل الاسئلة ان الناس بتبحث عنها في رمضان اتمنى بقى ان يكون الحلقة ده مفيدة وكل الناس تستفيد ما تنسوش بقى تشيروا الفيديو ده عشان هي وصل لأكبر عدد من الناس والناس كلها تستفيد نسوش كمان تعملوا اشتراك في القناة اتمنى لكم صحة كويسة سلام